تتجه الأنظار في هذه الآونا إلى مدينة طبرق مقر مجلس النواب حيث يترقب الساسة والأطراف السياسية عقاد جلسة استثنائية بناء على طلب أكثر من سبعين نائبا لبحث ومناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة والتي لم يتبقى لها سوى أي من معدودة الجلسة المرتقبة عقدها ثلاثاء ستناقش تحديدا وفق أعضاء مجلس النواب القوانين الانتخابية ومدى مساهمتها في العملية الانتخابية والنظر في إمكانية الاستمرار فيها أو اللجوء إلى خيارات أخرى إلى جانب مساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي سيلتقي رئيس مجلس النواب والمترشح للرئاسة عقيلة صالح في مقر إقاماته بالقبة لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفق قوله لقاء السايح بعقيلة صالح وتصريحاته ومواقفه بشأن العملية الانتخابية طيلة الأسابيع الماضية لقد ردود فعل مستهجنة من قبل عدد من النواب حيث وابد النائب زيادة غيم استغرابه من اللقاء باعتبار صالح مترشحا للانتخابات وليس على رأس عمله واتهما في حديثه للأحرار عماد السايح بالاستجابة لقرارات السفراء الأجانب وارتكابه العديد من المخالفات الأمر الذي سيؤدي إلى إقالته في حال استمر في هذا النهج على حد قوله كذلك الحال مع النائب المبروك الخطابي الذي أرجع فقدان المفوضية لحياديتها ومهنيتها لإنخراط رئيسها في السجال السياسي ومحاولة بعض الأطراف لتوظيفه سياسيا على حد تعبيره للأحرار إذن إصرار دولي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد واستمرار رفض المكونات الشعبية للقوانين الانتخابية وترشح بعض الشخصيات الجدلية وتواصل معركة الطعون والاسناف في المحاكم ويبقى مصير العملية الانتخابية يكتنفه الغموض ترجمة نانسي قنقر